مجهد لهم الأنباء السلام عليكم قتل شابان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وفي مدينة نابلوس شمال الضفة الغربية ففي غزة أفدى المتحدث باسم وزارة الصحة بمقتل الفتى أمير عبد الحميد بن السادسة عشر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب تلتي أم حسنية شرق البريج فيما أعربت مصادر طبية عن أن الفتى أصيب بطلق ناريا في الصدر ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وهو بحالة حرجة قبل أن يفارق الحياة أما في نابلوس فقد أكدت وزارة الصحة مقتلى مواطن يدعى علي عمر نمرقينو بن السابعة عشر متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص حي في الرأس وكانت مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية المتمركزة عند مفترق بلدة تل قرب مدينة أو مدخل عراق بورين